مرحبا عليكم البنات كديري اللبس عليكم تمنى تكونوا كاملين باخروا على خير يوم ان شاء الله البنات تحت طلبتنا كثيرا بعد ما احطت البسطيلة الملحة بالجيش قلتوا يا مريم بغينا البسطيلة نتعت الحوت بنيديك فاليوم ان شاء الله هاي جات الفرصة ونحط لكم بسطيلة الحوت على الطريقة تتجيس سهلة مقرمشة والأهم بأنها تتجيب بنينا البنات وتعتمدوها هكا في لكم سوف نعطيكم الاسرار لكي نجح معكم الاتمينة فلا تنسوها البنات تدعموني بلايك وبرتاج الفيديو وبرتاجوا في جميع مواقع التواصل الاشتماعين تاكم باش تعمل فائدات على الجميع و باش تزيدوا تشجعوني نزيد نحط لكم المزيد من هذه الوصفات فأول حاجة البنات سوف نحتاجوا في هذا البسطيلة سوف نحتاجوا كيلو الكروفيت بالقشرة سوف نحتاجوا كيلو الكالامار جوش كيلو نتاع الحوتو بيض ما فيش شوك غير الحوتو بيض البنات هكا تيكون غير طريفات او اللهبرة ما تيكونش فيش شوك اي حوتو بيض انتو ما بغيتو تخدموا به هادي بسطيلة كبيرة متاع 12 هادي نحتاجوا الخمسة وعشرين قرام متاع الفطر الاسود راتي تتبع في مرجان اسواق السالة كارفور هادي فيها خمسة وعشرين قرام تتدير واحد كدو عشرين درام مال البنات هادي شي تتدير هادي ناخد الفطر الفطر الطري ماشي المعلب ما عندكو مش الطري هادي تاخدو المعلب هاد الطري عدر هتتلقوا في كارفور البنات يدير شي كدو 40 درام مال كيلو انا اخديت منو 400 قرام هادي نحتاجون منو 400 قرام تناخدو تنشللو و تنقطعو هادي نحتاجون كيلو انتاع الشعرية الصانية هادي العلبان تعتها باش خدمت هادي ناخدها و هادي ناخد هادك كيلو تلكروفيت تنقي تنديرو تنديرو كل القشور في الماء تنخليهم محتتي يغليهم مزيان و يتلقو تنصف فيهم وتنخلي هادك المحتتي يبرد وتنرقد فيه الشعرية الصانية وتنخليها جانبا هادي ندوزو دابل الشرمولة بالنسبة للشرمولة تناخدو 1 ربطان تاعت المعدنوس او ربطة و نصف تنقطعها صغيرة تنضيف عليها ثومة محكوكة تنضيف شوية تاعت الكمون شوية تاعت البزار شوية تاعت الففلحم راحلوة شوية تاعت المعلقة تاعت الحك أولا مركز طماطم شوية تاعت الخرق و شوية تاعت أولا ماشي شوية عاصر تاعت أربعة الحمضة تقريبهم أربعة الحمضة تنعصرهم و نأخذ العاصر نتعهم حتى نخدم نأخذ اللوب حمضة حمضة مركز تحيد منه العلف و تنضيفه و تنضيف جوش كنورات السمك ممكن إلا بغيتوا تتحيدهم و تضيفوا صلصة السمك التي تتبع البنات و تنضيفها و تنضيفها و تنضيفها و تنضيفها و تنضيفها على العناصر و تنضيفه مقلاء و أحده بأمر تنخذ المقيلة وزيت نباتيه ججوري قاتل عسيد نموسى و تنخذ المعلقة كبيرة من الشرمولة لذلك الشرمولة البنز سوف نقوم بمقيلة على عفية مجهده و تنخذ الكروفيت مع التحريك المستمر من طبيعة الحال و تنصفه في شبكة و تنصفه في ضباية جانبا و تنصفه و اي حاجة شحرنا تنخذ الحط البيض تنضيف عليه الثوا مع القنتع الشرمولة تنضيف عليه الزيت و الزيت نباتيه و غير هو هذا الحط هذا لا تنشحره في المقلل تنخذ الطاوة تنفرشها اما بورقة الطاية او اللعنية يدر تسلبط باش ما يلسقش لي الحط و تنضيفه في الطاوة و تنضيف الفران تطاب على عفية مهيلة إلا خذتم من الحط البنز او اللعنية واحد الحط من ينضيف الفران محتو تطاب و يدير بحل كلا مارتيك نزز غادي تنضيفه في الشرمولة و غادي تسدو عليه في الكوكوت و غادي نضيفه عليه الزيت غادي نسدو عليه 1-15 دقيقة ما يرد صفر الكوكوت من ينصفه حتى نتجه فران او اللعنية في الطاوة و غادي نضيف الفرط او اللعنية مقيلة مع زيت زيت و زيت نباتية من طبيعة الحال معلقة كبيرة من الشرمولة من نسبة الشرمولة سوف نضيف المكونات بالطبط في صندوق الوصفة للبنات نضيف زيت زيت و زيت نباتية و نشحره في المقيلة على عفية مجاهدة لأنه يحب في المقيلة و نضيفه الوصفة لهم موضوع بسطل المقيل بسطل المقيلة تدخل للبنات في صندوق الوصفة نحظه بفترة الأسود لتقفى الأسود. بالنسبة للفطرة الاسودة اللي بنات راقدته في الماء بارد وشللته مزيان وقطعته صغير هنا يبقى ليا الكالامر بالنسبة للكالامر حتى هو نفس الطريقة مادرتش لكم عليه حنت باين نفس الطريقة في المقلة الزيت الشرمولة حتى تتحر وتنصفي منه حتى هو ذاك الماراق اللي تتلق هنا بالنسبة للماراق اللي شاطلينا من الحشوات كاملين تنجلو في المقيلة وتنخليه تيشرب تنمهل عليه العفية وتنخليه تيشرب مزيان ويتعلق تناخد الشعرية اللي رطبت في الماء بارد من السم بقشور الكروفيت ضروري يكون الماء بارد بش تكون الشعرية هكا كيف ما تشوفها البنات ما معصداش رأي اللي درتوها في الماء سخون خطع الصد لكم تنضيف علاجوش اللي مع القبار نتعو الشرمولة وتنضيف علي هاداك الماراق اللي صفيتو وخليتو شرب مزيان حنت وولي في البنات تاعت الحوت اللي طيبنا كامل ونتاعت الفتر ونتاع كل شي تنضفتو عليها وما عصدتش لي البنات علاش حنت مرقدة في الماء بارد سوف يقسمتها علاجوش وشحرتها حتاية في الزيت والزيت والزيت النباتية قسمتها علاجوش حصاص حين دي جاتني في المقلاة كثيرة سوف تناخد هذه الشعرية بعد ما شحرتت القطعها بالمقص باش ما تجيش طويلا الناس يجروا ويجر سوف تنضيف عليها الفتر الاسود الفتر الطري في ما قلت لكم إلي ما عندكم شو الطريرة غا تديروا المعلب وتنأكد عليكم بأن الفتر تديروه في شبكة و تغطو عليه مثلا بشي 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 كسبينية أو اللي شي حاجة مزيان حتى تتلق ذاك لما تعوه دروري كل شي تصفوه ومنين تنصفوه داك الحوت تنضيروه في طاوة كل الكروفيت الكلمار الحوت اللي خرجنا من الفرن تنضيروه في طاوة و تنضيروه ورق الطهي أو اللي شي ورق بشي مصلينا قاعله بقاشي معرق مهم ضروري البسطلة جي نشفه وزوينا تنخلطوا الحوت كامل مع الشعرية ماشي كامل من نص تعوه ونص تنخليو هادي نقول لكم هنيا اش غادي نديرو به تنخلطوا نص التروفيت معها تنخلطو الفطر التري والأسود احتا واهدوكم وكاملين تنخلطوه مع الشعرية بالنسبة للتروفيت تنقسمو الى جوز تنخلطوه مع الشعرية وجوز تنخليه الكالامار ، جزء سنخلطه مع الشعرية و جزء سنخليه الحوت ، تنفرته كبير و جزء سنخلطه مع الشعرية و جزء سنخليه ولكن ما فرتهوش صغير ورثاني ما يبقىش يباليكوما البنته في العمارة إلا سنخلوني الطريفات كايبان و باش ميج يكونوا الناس تيأكلوتي جيش بدوضوك الطريفات إنتاوين الحوت صفيني نأخذ الورقة بالنسبة للورقة نتنخدم البوخار بالنسبة للبنته اللي في المحام يدراكينا في القواسرة ومجربة انا الصراحة مع مرة تتحش مني وتجي مقرمشة الورقات البخار واخت بقال بسطيلة مونطيوها وخليوا النار كله تماما يريكن تكلحوا شوك كاملها مسقطرة باش مرت تنداش لكم ديك الورقة وخليوا النار كامل حتى الليل او اللي تتبقوا تعطوها الكيل عد تخلوها الفران طيب را ما تتخسر موالوها البنات وإلا بقات لكم قاعد ودخلتوها المجميد ما تتخسرش وإلا كانت البسطيلة بقات لكم ودخلتوها المجميد من بعد تجي بدوها وتطيبها ما تتخسرش هذه الورقة بالنسبة اللي بنات لي في المحاميد كيف ما قلت لكم راه في القواس راه واحد سيد عنده محلابة وتطيب في نفس الوقت الورقة راه معروف واللي كين في هذه طوالة منطعت القواس في انتباع الحويش مهمتا نتمنى نكون أكا وريتكم خلت التبصل مهمتا نجي عقد وطيبتها للتبصل كبير ويرغة الناس ممتا لكي لا تكون مقطع برد ثم تدخلت معروف واللي بإضافة واللي لديه في الطبصل وضعه باللد ودخلتك المفرم وإلا انتصار المجميد التي تطريبها اترأت عليها للبناء لديه حتى انقطة لمجم الماء الزبدة التوريق تضيف على زيت نباتية و شوية ملحة و شوية توم بودر و شوية الفلف الحمرة حلوة ساهم مزيان و تنبقى انصفة و مشتورة موضح في الصورة تنبقى عبر الورقة والورقة وبعد كثير من الورقة و تضيف حشوة و كرويفيت و الفطرة و كل شي تنبقى لديه شعرية و تحضر لكم كلنا نسل كرويفيت و و حد قد يكون الحشواء من المفق وضروري نتحل البستيلة وضروري نتحل الجوانب في البنت يتوقف البستيلة لأنه يجب أن يكون مكناب ضروري لتحل البستيلة تتبع الحشواء من المفق لا تتبع شعرية بمرة تتبع غير الحشواء طيب 12 شخص تأخذ 100 كيلو حوت 100 كيلو كلمار و 100 كيلو كروفيت يتبقى منه كيلو تندهن جيدا لورقة الزبدة التوراق لا يوجد زبدة التوراق فقط بالزيت وضيف لها ملحة ثم بودر الفلفلة الحمراء ويجب أن تدهن سوف نجمع في الجوانب جيدا ونتندهن حتى تنسى لبسطلان و لا تكتر الورقة ثم أضع المفيدة في الوسط و يجب أن تنسى لورقة الزبدة و تنسى لبسطلان يمتلك من ذلك و يجب أن نضيف لورقة الزبدة و نضيف لورقة الزبدة و نجمع لورقة الزبدة و صعب التوراق بشكل عاد و نضيف الورقات بالنسبة لجميع البسطلان تجمعوا بأي حاجة ترتعوا ممكن تدروا غير طوية العادية من طاقة البسطلة اللي تنجروا هنا انا قدرت هذه الطرواد دي الصراحة تجيز وينا اي سؤالة لبناء تحطولي في اسفل الفيديو رأتنا حاول نجاوب على جميع اسئلة وخما وخا والله وخا عيني يتضروني راقلتها لكم في الفيديو اللي سبق وطببتي بليومة ما تبقى يشتر تزي تليفون بزاف خصوصا مؤخرا حتى نشوف شي حل ولكن تنحاول نجاوبكم كاملين خصوصا في التعليق ما بقيتش نجاوب بغير في صفحة وفي الانستغرام تنقول لكم البنات عدروني ان شاء الله بننجر العملية العينية كايلة تسركيا ويلة تسرة الامور وديك ساعة ان شاء الله نبدأ نجاوب البنات را تجمعوا لي عرمت المساجات والله وتنحشم بزاف سامحوا لي البنات ولكن في التعليق را تنبدأ تنجاوب تنحاول نجاوب وخصوصا المية تكونوا شي اسئلة متعلقين بالوصفة او لاكة تنحاول نجاوبكم كاملين والله يجب نفس الصوافة البنات بالنسبة الورقة تناخدها تندهنها من الجواني بالنسبة الورقة حاجة اخرى البنات بالنسبة الورقة دائما تنخدمه لوجه اللي تكون عاطلينا هو تنخدمه بجيال ملسا والتيح تجيال حرشة لتجيال بسطيله هكا ملسا وتجيال ورقة زوينه لا تنجيروش جيال حرشة من الفق يعني انتا بدل المطل الجواني بهذه الشكلة هذا رموض ضحف الصورة وكنترتو معاكم في البسطيله اللي عجباتكم الملحة نتعتي تنتبهن حتى هذه البسطيله تبرتها جواب زاف وتعجبكم البنات وتجربوا هذه التاريخة نتعتي وتصفتوها في المسانجروا في الانستغرام وتصيبوها وتصفتو لي تتبقى تنتعكم في الانستغرام اللي هو العبر مريم وفي صفحة اللي الفيس اللي يشيوة مريم ولا تفرحوا بها كي وليدتكم تدروا ربعة ربعة من الحاجة ولا تسكيلوا من الحاجة وتفرحوا وليدتكم يعني تنجمع الجواني بهذه الطريقة هذي تلمطوهم وبالنسبة الورقة تتبقها تابتة من نخفوش من وخا ما تنتقبها انا ما تنتقبهاش لبنة تتبقها بتاديين تا طلب بخار وخصوصا مني انتندوها في الزبدة تتورى تتلسق لنا تبقى على الطبقة وتتلسق لوريقتها البنة من ينتجمد تتخلينا داك تدقر هكا كنته الجواني بتا طيب تنشع ليليه الفران اتي كون سخون تنخليها تطب المهل عافية يجب أن تتطب و تتقر و لا تأخذ حقها في الطياب يجب أن تنشعلها من الفوق تأخذ اللون إذا سيبتها قبل كيف مادرت أن أخليها في الكوزيناك لحليها واحد زويف حتى تبغو تعطوها اللي ينتعكم بعد دخلوها للفران يعني تناخد بالنسبة للدزين تناخد الورقة الأرز أو الورقة الأرز التي تتبعها في مرجان هذه الباكية نتعارة و ريساليكم رمتوا فران في مرجان في أسيما في كارفور ليس في أسيما في كارفور البنت في أسواق السلام تنضم رمتوا فران ما عندكم مش مش مشكل سوف تنفزقها في المبارد ما تنخليها بزاف باش ما تفرتتش لنا ومن بعد تنهزها من انت تتلق تنجيرها في زويف حتى تنصلها لما نتعام تناخد البسطلة بعد ما خرجتها من الفران تنجير أربع دوائر نتع الحمض من الجناب كيف ما قلت لكم هذا تزين بسيط نتعي أنا وانتو ما بدعوا كيف ما بغيتوها البنات تناخدها دوكل الرجيلات نتوع الكالامار اللي شيتهم من الكالامار من الكالامار اللي بنات ودوستهم صوتتهم في شوية نتع الملحة شوية توم ببودر شوية البزار وزبيدة الكروفيت حتى هو بالقشران تاعو ستيت الكبير ودوستهم في زبيدة الملحة البزار توم بودر السودانية نسيتها ما قلتاش لكم في الكالامار السودانية حتى في البزارة لبنات تدرت السودانية والهريسة السودانية والهريسة ما تتقوم ش السودانية تسبقها اللي حساب الدوق ولكن الصراحة مني تجي هاد البزارة حمضة وحرة تجي خاطيرة لبنات هنا تنعمر ذاك الوسط كيف ما قلت لكم هكاب ذاك الحوت المقلي وتنجي بالورقة بالنسبة الورقة أنانية حنت هي تتلصق على بعض ديتها ما جيت نازها باش نوريها لكم من المهم تلصقوا لي الجوانب ولكن حاولت نفك راسي ضغية فكيتهم صفيتا حتى باش تتعطيني على ذاك الشكل نتاع تروادي بنيسبة الجوانب خديت شوية نتاع الفترة الأسود اللي شيط ملحو شوية هو باش باش دورتو على ذاك الجوانب بتاع الورقة نتاع ترز باش تنغطي ذاك الدفو اللي تيبقى بغيتو تديرو وريضات نتاع الفرماج ديرو هم بغيتو تديرو اكل موين انتو مال بناترا هتي بقاليكم الاختيار بالتزين انا تنعطيكم كافكار وانتو ما بدعو ممكن تديرو الخص حتى هو كمقطع رقيق حتى هو دورو على الجوانب انا درت الفترة الأسود دعتوا واحد المنظر اللي زوين ومو غاير شي حاجة اللي مو غايرة ما تتعرفاش باش تشوفات تتقولي اشنو هاد الشي انا اخديت الكروفيت اللي شيط كبير حتى هو صوتته في شوية الملحة شوية السودانية شوية البزار وزبيضة صوته توم زيان درتو فاد العويدة هدول اللي راتي تباعو باتمينة مناسبة مناسبة ودرتو في الجوانب ممكن انتو ما تديرو الحمض كيف ما ممكن تديرو الكالامر حتى هو او لا المهم اي حاجة متع اللقاب المالح الفرماج او لا اي حاجة متع اللقاب المالح حتى التومات الصغيزة البنات تديرو تريف متع الحمض تريف متع الفرماج تريف او لا نص متع التومات الصغيزة او تيجي زوين في الزين يعني بنسبة الجواني بخديت الخص الخص الرومي اللي تيكون في الاسواق الكبيرة واللي زين تبيه الجواني بضاية نحاب نصور لكم وفي نفس الوقت نخلي البستهلها سخونة باش نعطيها المواليها تكون سخونة وزوينة الصراحة اللي ما كانتش البستهلها سخونة ما تجيش زوينة من بعد بلية زين ناقص اعود بالزربة واحد لو ريضات تنتوي على الفرماج فبالنسبة البستيلة تاعت الحوثة البنات التمنتعة بالنسبة البنات اللي يبقوا ياخدوا لي كوموند دائما ويخلوا لي في التعليق فالتمنتعة بهذا المقادر هادو البنات اللي درت انا في الفيديو هو 900 درهم يلا بتو تصيبوها للناس البنات بالصحة والرحمة ما تنسوا جدا مواني بلايك وبرتاج الفيديو